مصر قادرة على تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات هكذا كان شعار القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع وتحقق هذا الإنجاز التاريخي بفضل المبادرة الرئاسية التي وصفت بالأولى من نوعها في العالم ونقلت مصر من النقطة الحمراء تبقى لخريطة معدلات الإصابة بالفيروسات الكبدية العالمية لأنها تحتل أعلى معدلات الإصابة إلى مصر خالية من فيروسي بحلول عام 2023 من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية هذا التحدي بدأ في عام 2018 بتحقيق رقم قياسي في الفحص بتخطي عملية الفحص لأكثر من 65 مليون مواطن بتكلفة نحو 150 مليون درار والذي اتبعه تقديم العلاج لمرض فيروسي بالسفلدي الأجنبي في أكتوبر عام 2014 والمحلي في عام 2016 قبل أن يظهر الجيل الثاني من أدوية الكبد الجديدة حيث تراوحت نسبة الشفاء ما بين 95% إلى 100% وبعد تحقيق نسبة شفاء عالية سرعان ما وجهت القيادة السياسية بنقل الخبرات المصرية في دفع القطاع الطبي الإفراقي لتحسين الرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة في وقت كان ذلك الإنجاز محل نظر منظمة الصحة العالمية التي منحت مصر شهادة خلويها من فيروسي كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروسي في وقت يصيب فيه فيروسي 360 مليون شخص على مستوى العالم ويؤدي إلى وفاة 3000 شخص كل يوم